في قلب المجموعة الشمسية بعيداً عن الكواكب الصخرية الصغيرة يصطع عملاق بلا منافس المشتري أكبر كوكب في المجموعة الشمسية وأعظمها هيبة تابعونا ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد هل تصدق أن حجمه يساوي أكثر من 318 ضعف حجم الأرض؟ وإذا أردت أن تتخيل مدى ضخامته فيمكنك أن تضع كل الكواكب الأخرى في داخل المشتري وما يزال يتبقى بعض المساحة إنه حقيقاً عملاق المشتري ليس كوكباً صخرياً مثل كوكبنا بل هو عملاق غازي يتكون معظمه من الهيدروجين والهيليوم نفس العناصر التي تشكل النجوم إن الطبقة الخارجية للكوكب هي غلاف جوي سميك يحتوي على سحب من الغاز تمتد على مئات الكيلومترات تحت هذه السحب نغرق في عوالم غازية أخرى تزداد كثافتها وحرارتها كلما تعمقنا العلماء يعتقدون أنه في الأعماق السحيقة تحت الضغط الهائل يتحول الهيدروجين السائل إلى ما يسمى بالهيدروجين المعدني وهي مادة غريبة تنقل الكهرباء مثل المعادن ولكن هل تعلمون ما يجعل المشتري أكثر إثارة؟ العواصف العملاقة التي لا تهدأ أبداً أكبرها على الإطلاق هو هذا الوحش المعروف بل بقعة الحمراء الكبرى هذه العاصفة هائجة منذ ثلاث مئة وخمسون عاماً على الأقل وربما أطول من ذلك إنها أكبر من كوكب الأرض بثلاث مرات الرياح في قلب هذه العاصفة تهب بسرعة تصل إلى خمسمائة كيلو متر في الساعة تخيل إعصاراً بهذه القوة يدور بلا توقف لمئات السنين ورغم كل ما نعرفه عن سطحه الغازي إلا أن قلب المشتري يظل لغزاً كبيراً العلماء غير متأكدين مما إذا كان لديه نواة صلبة أو إذا كان مجرد بحر هائل من الهيدروجين السائل ما يعرفونه هو أن الضغط والحرارة هناك لا مثيل لهما درجات الحرارة تصل إلى آلاف الدرجات المئوية ربما لو كان بوسعنا الوصول إلى قلبه لوجدنا مواد لم نرى مثلها من قبل في أي مكان آخر في الكون المشتري ليس مجرد عملاق غازي يعصف في الفضاء بل هو درع حقيقي يحمي الكواكب الداخلية مثل الأرض جاذبيته الهائلة تسحب نحو مداره الكويكبات والمذنبات التي كانت ستصطدم بالكواكب القريبة من الشمس لو لا لكانت الحياة على الأرض معرضة لخطر أكبر بكثير من تلك الكويكبات الطائشة التي تهددنا من حين لآخر لذا يمكننا أن نشكر المشتري لأنه حافظ على سلامتنا طوال مليارات السنين ولكن ليس المشتري فقط هو ما يجعل هذه المنطقة من الفضاء مثيرة فالمشتري محاط بتسعة وسبعون قمراً كل واحد منهم عالم فريد بحد ذاته أوروبا القمر الذي يعتقد العلماء أنه يخفي محيطات تحت قشرته الجليدية محيطات قد تحتوي على الحياة تخيل كائنات بحرية تعيش في ظلام تم تحت طبقات سميكة من الجليد أما جنيميد فهو أكبر قمر في النظام الشمسي حتى إنه أكبر من كوكب عطارد هذه الأقمار ليست مجرد أجسام تدور حول المشتري بل هي عوالم غامضة تحمل أسراراً قد تكشف لنا يوماً معاً أصل الحياة في الكون رحلة استكشاف أقمار المشتري قد تكون الرحلة الأكثر إثارة في تاريخ البشرية ومن يدري قد نجد الحياة في أحد هذه المحيطات الجليدية المشتري ليس فقط عملاقاً من الغاز بل هو نظام كامل مليء بالأسرار والعواصف والأقمار التي قد تغير فهمنا للكون ورغم كل ما نعرفه عنه لا يزال هناك الكثير لنتعلمه إنه كوكب العملاق الغازي الذي لا مثيل له في الجوار هناك كوكب يخطف الأنظار بجماله وروعته زوحل سيد الحلقات هل تساءلت يوماً كيف تشكلت تلك الحلقات البديعة؟ وماذا يكمن خلف هذا الجمال الساحر؟ في الفيديو القادم سنأخذكم في رحلة لاستكشاف زوحل وأسرار حلقاته اللامعة خبايا اكتشف المستحيل